ساعات ساعات قليلة جدا وتنطلق قمة كوب 27 قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ الخضراء أول مدينة خضراء في جمهورية مصر العربية مصر وشرم الشيخ جوه مصر بيمثلوا إفريقيا بالكامل في هذه القمة التطلعات لهذه القمة تطلعات العالم لأنه دي هتبقى أول قمة هتخلي بيك في عندنا قبلها 26 لكن دي أول قمة قد تأخذ توصياتها إلى حيز التنفيذ الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة القمة العالمية علشان نقدر نقف قدام المتغيرات المناخية اللي بتهدد العالم توافد الألاف من سكان العالم أو من ممثلين دول العالم والمختصين إلى آخره والمتابعين والوكالات إلى آخره إلى مطار شرم الشيخ لمزيد من المتابعة للي بيحصل في شرم الشيخ وحول هذه الاستعدادات ينضم إلينا زملائي الأعزاء كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أولا من المنطقة الزرقاء كريم أهلا بيك وشرم الشيخ منورة بالضيوف وإحنا منورين بيك أهلا بيك يوسف وأهلا بجميع مشاهدي برنامج التساعة فعلا شرم الشيخ زي ما أنت قلت هي حقيقي منورة بالضيوف حقيقي منورة بالوفود اللي بدأت توصل من إمبارح طبعا وفود غفيرة أعداد كبيرة جدا بدأت توصل مطار شرم الشيخ الدولي علشان تبتدي خطواتها البداية للوصول لأماكن التسكين والحصول على التصريح المختلفة سواء الخاصة بالتغطية للمنطقة الخضراء خارج قاعة المؤتمرات أو حتى قاعة الزرقاء أو المنطقة الزرقاء وهي قاعة المؤتمرات فعلا المنظر مبهج هنا داخل المنطقة الزرقاء الحقيقي رصدت وجود الوفود اللي موجودة سواء زي ما أنت قلت بالضبط الأجانب سواء أنت قلت الخبراء اللي موجودين المختصين بملفات المناخ المختصين بالتغيرات المناخية كل دول وحتى الشباب اللي حابين مجرد أن هم يتطوعوا بأفكارهم المختلفة كل ده موجود هنا عشان يقدروا يشاركوا وحقيقي الفكرة المرادة في كوب 27 هي فكرة التطبيق الفعلي على أرض الواقع يمكن دي السمر رئيسية كان فيه اتفاقيات كتير موجودة قبل كده سواء الخاصة باتفاقية باريس أو حتى جلاسكو كان فيه اتفاقيات كتير ولكن كل الاتفاقيات دي كانت مجرد اتفاق على أوراق ولكن المرة دي مصر هيبقى ليها دور رئيسي كمان بالمبادرات المختلفة اللي هتقدمها جوة المؤتمر إنها يتم التطبيق الفعلي على أرض الواقع خلالي شكرا